في هذه الحلقة سأجيب عن سؤالين السؤال الأول هل سنستمر على قناة دنيايا وديني خلال هذا الشهر الفضيل في عرض حلقات تتطرق لنفس المواضيع التي اعتدنا على تقديمها على مدار السنة أم أننا سوف نقدم شيئا مختلفا والسؤال الثاني تلاوة القرآن الكريم والتصدق على الفقراء وأداء الصلوات المستحبة وغيرها من أعمال البر كلها أعمال عظيمة في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان كذلك لكن ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان الجواب في هذه الحلقة تابعوا معنا حتى النهاية رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزائي المشاهدين في هذه الحلقة المخصصة للإعلان عن برنامج قناة دنيايا وديني في شهر رمضان المبارك فما هي إلا أيام معدودة ويحل علينا شهر الرحمة والبركة والمغفرة أعده الله تعالى علينا وإياكم جميعا بالخير واليمن والبركة نسألوا تعالى أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا شهر كما وصفه نبينا الكريم أيامه خير الأيام ولياليه خير الليالي لذلك سوف نتوقف خلال هذا الشهر الفضيل عن عرض حلقاتنا الاعتيادية وسنقوم إن شاء الله تعالى بتقديم ما هو مميز لمشاهدين الأعزاء ففي شهر رمضان من العام الماضي عرضنا سلسلة ليتدبروا آياته والتي كانت مكونة من ثلاثين حلقة كانت تعرض كل يوم حلقة على مدار الشهر الكريم حيث كانت كل حلقة عبارة عن الرد على إشكال والدعاء باطل يطرحه الملاحدة أو أتباع الديانات الأخرى حول القرآن الكريم والتي يرددونها في مختلف المناسبات وأينما تأتت لهم الفرصة لتشويه صورة القرآن الكريم وذلك في محاولة يائسة منهم لترسيخ صورة أن القرآن الكريم مليء بالتناقضات لكن هيهات أنصح جميع المشاهدين ولو بمشاهدة بعض من حلقات تلك السلسلة لأنها ستفتح أذهانكم على معلومات قرآنية يجهلها أغلب الناس كما أنكم ستجدون فيها الرد على تساؤلات قرآنية أو تساؤلات عن القرآن الكريم قد يكون بعضها خطر في أذهانكم أنتم أيضا لكنكم عاجزتم عن الإجابة عن تلك التساؤلات لذلك لمن لم يشاهد حلقات سلسلة الدنياية وديني للعام الماضي فرابط السلسلة سيظهر لكم على الشاشة كما أنني وضعت لكم رابط السلسلة في الوصف أسفل هذا الفيديو وفي شهر رمضان هذا العام فسوف أقوم إن شاء الله تعالى بتقديم الموسم الثاني من سلسلة ليدبر آياته ابتداء من يوم الاثنين القادم المصادف للسادس من شهر مايو آذار وسيستمر عرض حلقة كل يوم على مدار الشهر الفضيل وأسألكم الدعاء بأن أوافق لإتمام هذه السلسلة الموسم الثاني من سلسلة ليدبر آياته هذا العام سيكون مختلفا بعض الشيء عن الموسم الأول ففي حلقات هذا العام سأقوم كل يوم إن شاء الله بتسليط الضوء على بعض الآيات القرآنية في كل جزء من القرآن الكريم والعبر والحكم التي يمكننا أن نستخرجها من تلك الآيات ورقم كل حلقة سيكون مطابقا لرقم الجزء في القرآن الكريم الذي اقتبسنا منه تلك الآيات على سبيل المثال في الحلقة الأولى سنتطرق فيها لبعض الآيات الموجودة في الجزء الأول من القرآن الكريم وفي الحلقة الثانية سنحاول تدبر بعض الآيات من الجزء الثاني من القرآن الكريم وفي الحلقة الثالثة ستكون آياتها مستخلصة من الجزء الثالث من القرآن الكريم وهكذا فإذا كنت من الذين وفقهم الله تعالى لتلاوة جزء كامل من القرآن الكريم كل يوم فهذا يعني أنكم سوف تصادفون خلال تلاوتكم الآيات التي تطرقت لها حلقة ذلك اليوم وسيساعدكم الشرح المبسط الذي سأقدمه في الحلقات على أن تتدبروا بعضا من تلك الآيات وهي دعوة للجميع لمحاولة التدبر في كتاب الله تعالى عز وجل كما أمرنا بذلك من المقرر أن تكون مدة كل حلقة ما بين 8 إلى 10 دقائق وبالنسبة لمقدمة حلقات الموسم الثاني من سلسلة ليدبروا آياته فستكون هكذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهنا أكون قد أجبت عن السؤال الأولى المتعلق ببرنامج قناة الدنيا وديني خلال شهر رمضان المبارك بقيت إجابة عن السؤال الثاني وهي ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ وقبل أن أجيب عن ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان أريد أن أسأل هل يا ترى تعرفون فضل شهر رمضان؟ كلنا نعرف أن شهر رمضان هو خير الشهور وفيه تضاعف الحسنات وهو شهر القرآن وفيه يمتنع الناس عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ربما قد تكون هذه هي الإجابة التي يعرفها الكثيرون عن شهر رمضان ولا يعرفون أكثر من ذلك حول فضائل هذا الشهر الكريم لكنني قبل أن أخبرك عن ما هو أفضل عمل في شهر رمضان أرغب بأن أعطيك عزيز المشاهد تعريفا شاملا عن فضل شهر رمضان بل سأعطيك أفضل وأروع تعبير عن فضل شهر رمضان على الإطلاق وكيف لا والتعريف الذي سأقدمه لك هو على لصان نبينا الكريم استمع لهذا التعريف واستمتع باكتشافك كيف فضل الله تعالى هذا الشهر عن غيره من الشهور وستجد حينها الإجابة عن السؤال ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب ذات يوم في الناس فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكنكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحمكم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسمعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه فقيل يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك فقال صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشربة من ماء أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ومن تقوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور ومن أكثر فيه من الصلاة عليه فقال الله ميزانه يوم تخف الموازين ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يصلطها عليكم فقام علي بن أبي طالب عليه السلام وقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر وهنا عزيز المشاهد الإجابة عن السؤال الذي تبحث عنه فقال رسول الله أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل إذن من هذا الكلام نعلم أن جميع أعمال الخير هي عظيمة في شهر رمضان لكن أعظمها الورع عن محارم الله أي الكف عن محارم الله وذلك مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبما أن الغاية من الصيام هي التقوى فإن التقوى لا تتحقق إلا بالورع عن محارم الله إذن لا تنسوا متابعة الحلقات اليومية من الموسم الثاني من سلسلة ليدبر آياته في شهر رمضان المبارك وأسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يكتبنا من المرحومين ومن عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم ولا تحرموني من دعائكم بظهر الغيب كان معكم حيدر جبار تحياتي لكم وأراكم في الحلقة القادمة أي الحلقة الأولى من سلسلة ليتدبروا آياته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليترك أولو الألباب اشتركوا في القناة